هجوم هو الأعنف من نوعه شنته قوات البيشمرقة يتقدمها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وبغطاء من طيران التحالف الدولي استهدف قرى في محور الخازر الشمالي الموصل يسيطر عليها تنظيم داعش وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة نتيجة قصف طيران التحالف الدولي ومدفعية البيشمرقة مواقع التنظيم في هذه القرى هجومنا يهدف إلى استعادة قرى الخازر من سيطرات داعش وإبعاد خطره عن قضاء خبات وواجهنا مقاومة من عناصر التنظيم لكننا مصرون على تطهير هذه القرى بالكامل ما زلنا نواصل تقدمنا نحو القرى التي تقع تحت سيطرات تنظيم داعش وسنستعيدها قريبا بإذن الله واشتدت المعارك أثناء توغل قوات البيشمرقة في قريتي تل أسود ووردك ما أجبر التنظيم على استخدام عجلات مفخخة يقودها انتحاريون لعرقلة تقدم البيشمرقة وإرسال مقاتلين وانتحاريين آخرين عبر أنفاق حفرها يقدر طول الواحد منها ما يقرب من ثلاث كيلومترات قام قوات البيشمرقة بأمر من السيد رئيس الأقليم مسعود البارزاني بتمشيط منطقة الخازر والتيازر ومنطقة القريبة من الحمدانية في هذه العملية كبدنا الدواعش الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات والأسلحة وحررنا عدة قرى منهم وللاذا الباقيين بالفرار وتركوا جثثهم وتقدرون تشاهدون رؤوس الجثث موجودة هنا وجثثهم متروسة الشوارع وقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش في هذه المعارك الطاحنة وانسحب المتبقين إلى داخل الموصل فيما أكد قادة في قوات البيشمرقة إن عددا من عناصر قواتهم أصيبوا بجروح وصفوها بالطفيفة بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش استطاعت قوات البيشمرقة أن تستعيد عددا من القرى في منطقة الخازر الشمالية الموصل لقناة الفلوجة ناهض الزيدي